مرحباً لجميع وشكراً لاهتمامكم ببرنامج سمارتوي آيوا فأنا في هذا الورشة هي ورشة تطبيقية فلهذا أنا ما حضرتش ولا باوربوينت ولا أي شيء فحنستعمل فقط برنامج آيوا عشان نوضح لكم يعني الإمكانيات وكيف ممكن تستعملوه وشنو تقدروا تعملوه بالبرنامج فأنا حطيت هنا خارطة دهنية زي ما أنتوا شايفين هذه خارطة دهنية حطيت فيها كل النقاط اللي عاوز أتكلم عليها اليوم وأنا أول بريزنتت يعني أحطها أستعمل بريزنت فهذا بريزنت بيحط لك آيديا آيديا يعني بفكرة بفكرة وبعدين أنا حتفصل كل الفكرة على حدة ولو حتجت استعمل برنامج يعني اللي التوضيح فهدخل لصفحة تانية اللي هي خاصة ببرنامج آيوا إذن بريزنت هذه بس كنت عاوزة أوريها لكم عشان ممكن تستعملوها لو عندكم ميتين عاوزتكم بريزنتيشن ممكن تستعملوا يعني الميند ماب يعني عشان تحطوا فيها يور ايديا زي اللي عاوزين تتكلموا عليها وبعدين يا إما أنتوا بتتكلموا عندكم الخارطة أمامكم في جهازكم في لابتوب أو التليفون أو ممكن تستعملوا أيضا بريزنت إذن هذه هي طرقة عمل بريزنت أبدأ بالمقدمة إذن هذه تاني ورشة خاصة ببرنامج آيوا الورشة اللي فاتت عملناها السنة السابقة وكانت ورشة تعريفية فاتكلمنا عن theory كيفش بدأت آيوا كانت في الأول iMindmap وبدأ من بعد برنامج آيوا تكلمنا على أهم الأقسام الموجودين في برنامج آيوا وأيضا تكلمنا على كيفية استعمال AI في آيوا وعلى My Planner فممكن ترجعون لو يعني أي شخص فوت هذه الورشة فهي موجودة في اليوتيوب عندنا بلايليست خاصة بآيوا فيها هذه الورشة وممكن تتواصلوا مع الدعم وزينب ممكن ترسلكم هذا الرابط بتاع هذه الورشة هذه الورشة هي ورشة تطبيقية يعني في كيفية استعمال البرنامج فحنا حطينا سيبيان وأكثر الناس كانوا عاوزين يشوفوا وكيفية استعمال برنامج لمتابعة المشاريع والمهام فحنا في هذه الورشة هنتكلم عن هذه المسألة طبعا أنا أستعمل مشروع أو مشاريع كيفية الإضاءة وكيفية متابعة المهام ولكن هذه الأشياء اللي أنا هتكلم عليها في هذه الورشة ممكن تتطبقوها حتى في أشياء خاصة بالحياة الشخصية أو الحياة الأسرية يعني أنا الخارطة الدهنية يعني آيوة بستميل في كل شيء حتى لو يعني أنا بخطط لسفر فبحط بحط فيه مايند ماك وبكتب فيها كل اللي بحتاجه فيعني ممكن تستعملوا هذه الأشياء اللي حتتعلموها اليوم أو تشوفوها اليوم في أي شيء أنا خليني دقيقة أنا بحاول أنا طبعا خلال هذه الورشة يعني لو عندكم أي سؤال أو استفسار بخصوص شيء بتكلم عليه ممكن تكتبوه في تشات ولكن في الأخيرة أنا حخصص يعني لما أنتهي من كل النقاط اللي عاوزة أتكلم عليها ممكن حنخصص وقت يعني الأجوبة يعني الأجوبة على كل الأسئلة الخاصة بكم ثاني نقطة كتبت كلمة هي الإبداع فهذا أيوة هو كريتيفتي تول يعني بيساعدك في الإبداع لأن الإبداع شنا هو الإبداع هو أنه أنت بتخصص مثلا بعض الوقت اللي بتكون فيه مثلا بتعمل مديتيشن المشي أو أشياء اللي يعني مش هتحتاج تركز فيها عشان تخلي يعني دماغك يفكر فيه أفكار لحل مشاكلك أو يعني إبداعات فهذا الوقت اللي بتجينا الأفكار فهذا الوقت اللي بنعمل لا شيء أو بنعمل شيء يعني باللواعي فآيوة بيجي هنا عشان تحفظ هذه المعلومات فآيوة يعني ممكن أنت يكون عندك في الكمبيوتر يكون عندك في الهاتف في الآيباد في أي شيء فأي مرة بتجيك فكرة ممكن تكتبها في 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 فآيديا حنا هنتكلم عن فهذا آيوة بيساعدك في هذه المسألة لأن كتير مرات بتجينا أفكار وبنقولوا يعني في مشروع أو في شيء ما وبيكون بعد المرات حتى بالليل يعني وبتجيني فكرة وبقول أنه هذه الفكرة يعني جيدة ممكن نطبقها وتحللنا المشكل ولكن لما ما أكتبهاش خلاص يعني بتروح فهذا الهدف يعني أحد أهدف هذا البرنامج هو تدوين كل الأفكار اللي بتجيك سوري إذن أنا كنت أعوز أؤكد على هذه النقطة أنه يعني هذه الأشياء أو الاقتراحات اللي حنطرق عليها اليوم هي اشتهاد شخصية يعني هي مش طريقة الوحيدة لاستعمال أيوة يعني أنا يعني بوريكم وجهة نظري كيف بستعملها أنا وشنو الإمكانيات تا أيوة ولكن أنتو تقدروا يعني تاخدوا هذا الشي اللي تعلمتو يعني لحياتكم شخصية أو لحياتكم العملية أو لمشاريعكم بس أنتو ممكن تتعلموا بعض الأشياء بعض الأفكار اللي ممكن يعني تخصصوها تخلوها خاصة بكم بطريقة مختلفة أوكي نبدأ يعني أول نقطة يعني هي أهم نقطة اللي كانت يعني تخترتوها في السيبيان هي كيفية متابعات المشاريع فأول شيء في المشروع أو قبل بداية المشروع هي بنعمل دراسة المشروع أو بروبوزل إحنا حاولنا نساعدكم في نحط بعض الأشياء اللي ممكن تساهل عليكم هذه المسألة أول أول شيء يعني كتابة خارطة دهنية أو خارطة دهنية ممكن تساعدك إن تحط كل الأفكار الخاصة بهذا المشروع اللي أنت عاوز تبدأه وبعدين أنت ترتبها و تورجنايز زي ما أنت عاوز الآن اللي حطينا إضافة أنا حدخل الآن لصفحة عشان نبدأ براكتكلي كيف مثلا أعمل خارطة لدراسة مشروع إحنا حطينا في آيوة مؤخرا أظن في بداية هذه السنة ملخص فأنا أول create mind map يعني خارطة دهنية طبعا إحنا different يعني blank mind map يعني خارطة فاضية أنا حملأها بنفسي generate idea وتكس summary هذي بالاستعمال AI كنت تكلمت عليها في الورشة السابقة ممكن تشوفوها use template template هي اللي أستعمل إحنا يعني I وحطين templates هما موجودين بالإنجليزي وإحنا كمان smart way وحطين templates فحتلقوا في الأخير خارطة مسار الحرية ممكن تستعملوها أو تحديد الأهداف أنا حستعمل الآن هذه دراسة مشروع هذه دراسة مشروع هي الملخص بتاع الكورس اللي بيقدم الدكتور في i-focus project ملخص كل النقاط اللي يتكلم عليها فالشخص اللي هو تابع i-focus project هدي هتسهل عليه المسألة يعني كتابة ال-proposal بالنسبة للمشروع ولكن حتى الشخص اللي ما عندو i-focus project ممكن يستعمل project one مثلا أنا حسمي just example وبعد نعمل create هذا بيستعمال هذا template فحيحط template exactly as it is اللي إحنا عنا موجودة في البرنامج وهنا عندك يعني كل النقاط اللي مهمة ولازم يعني شخص يحضرها في ال-proposal فمثلا المقدمة وبنسألك ما هو المشروع ممكن تأجاوب هنا ما هو المطلوب وكي فاحنا بنحط كل النقاط الآن بعد المرات الشخص لما يجي يبدأ مثلا مشروع أو فكرة أو أي شيء فما بيكونش عنده كل النقاط مرتبة فلهذا يعني ممكن تستعمل idea bank بس كيف أول شيء يعني أول إضافة كانوا عملوها أي واحد سنة هي إضافة إنه في كل mind map عندك you can link to whiteboard و task board هندخل مثلا whiteboard فأي mind map عندها يعني attached لها أو مرتبط بها whiteboard هاد whiteboard ممكن تستعمله لو أنت مثلا ما عندك شفكرة كيف حتعمل mind map فممكن أكتب مثلا أنا أكتب هكتب هنا كل الأفكار يعني as example الأفكار اللي عندي مثلا أنا عاوز خلي نكتب مثلا نادي رياضي أوكي أوكي خليني مثلا جلسات مساج مثلا أوكي يوغا يوغا سيشن يعني فممكن أكتب كل مرة يعني مش ضروري مرة يعني كل مرة جيني فكرة أو أي شي أكتب مثلا فكرة اللي عندي في هذا الwhiteboard وبعدين هذا النقاط لو يعني جوني عن هالنقاط مهمين ممكن أضيفه من الـ Idea Bank هذا الـ Idea Bank في صراحة فكرة يعني جميلة جدا الـ Idea Bank هذي بتكون فيها كل أفكار اللي أنت لسه مرتبتهاش مش عارف لسه مش عارف ترتبها في خارطة دهنية فين حتحطها في أي برانش فممكن تحطها هنا فممكن أنا ناخد كل هذ النقاط و I copy them في Idea Bank Copy copy to Idea Bank فأنا حطيتهم كلهم في Idea Bank فهذا الـ Idea Bank هتكون ظاهرة في كل هذ الخانات اللي مرتبطة بالـ Mind Map فلو رحت للـ Mind Map مثلا فهي حتكون عندي Idea Bank موجودة وممكن حتى أضيف لها أنا مثلا هنا تدريب مثلا هكتب تدريب رياضي فممكن أضيف كل الأفكار ونرجع لها في الآخر أو لو خلينا شوف لو أنا بحاول أشوف تشات كل شوية عشان نشوف لو في ملاحظة فإذا قلت لكم Idea Bank هذي ممكن أضيفها كل الأفكار ولو أنا مشاركة مثلا لو إحنا مثلا شراكاء في هذا المشروع أو أسرة يعني بنشتغل في نفس المشروع أو فريق فممكن أشاركها مع الفريق وكل واحد يحط Idea Bank وبعدين لما يكون عندك فكرة أنت شنو يعني أنه هذه الفكرة جيدة وفين حتحطها في الخارطة فممكن تأخذها فمثلا نادي رياضي أنا هنا كتبت ما هو المشروع فممكن أخذ نادي رياضي وحطها هنا فحت أوتوماتيك لي حتنضاف ليا نادي رياضي للمشروع مثلا جلسات مساج فمثلا هنا عندي تفاصيل أضفها لي هنا فأنا أضفها جلسات مساج أضفها أنا كبرانش أحسن جلسات مساج بعدين يوغا سيشن أيضا أضفها هنا فيعني ممكن أخذ الأفكار في الأيديا بنك وأضفهم للخارطة وبعدين هذا الخارطة سيكون فيها المواد وبعدين ممكن أيضا تضيف مباشرة مثلا ما هو المطلوب الأمثلة تضيفهم مباشرة في الخارطة أنا حار أرجع لل بشت عشان أتفكر لأنه خارطة دهنية شفناها شفنا الوايس بورد اللي هو مرتبط بالخارطة الدهنية شفنا الايديا بنك الايديا بنك هذه فكرة صراحة جميلة خصوصا لو كانوا ناس يعني فريق بيشتغل موادو فكل واحد ممكن يحط فكرة لأنه كل مرة تقدر تجيك ممكن تحطها في الايديا بنك وبعدين تضيفها للخارطة الدهنية التاسك بورد أيضا هنا تاسك بورد ممكن تدخل من هنا أو حتى مباشرة من فممكن تربط أو لائحة مهام تاسك بورد أو لائحة مهام خاصة بالميند ماب فحنا حنشوف تاسك بورد بعدين بتفصيل خلال الورجل مش حدخل في تفاصيل الآن ماذا آخر دوك فيو دوك فيو فهذه هي أيضا خاصية جديدة هي هذه الخانة فأنا لما أضغط كل ميند ماب تابع لها دوك فيو فدوك فيو بياخد لك برانشز بيحطهم كنقاط يعني كالن العنوان الميند ماب وبعدين البرانشز كلهم ها مقدمة تعريفات وكل تحت كل برانش فيها الفرع يعني ما هو المشروع أنا نادي رياضي هذه التفصيل دي المشروع فعندك بيحط لك كل النقاط كده يعني بعدين أنت ممكن تدخل مثلا أنا هذا مثلا أنا حكتب أي شي هذا مشروع نادي رياضي يعني مش حد يعني حكتب مثلا نص لأن البروبوز يعني هذه الخارطة الدهنية مش هي بروبوز الكافية فالبروبوز لازم يكون بكل التفاصيل الميند ما بتعتك فقط اللقاط المهمة ممكن تكتب وبعدين لازم تفصلها في نص فهذا دوك فيو يقدر يساعدك أنك تعمل هذا البروبوز بطريقة سهلة فممكن أنت في كل برانش في كل نقطة تحت تفاصيل ها تحتها وبعدين هذا الدوكومنت يمكن إكسپورت ه كال ورد أو PDF أو حتى إيمج إختيارك فهذه هي طريقة استعمال هي مهمة جدا مش كل الخرائط ولكن مثلا بالنسبة لهذه الخرائط اللي هي البروبوز اللي حتحتاج أن يكون عندك تفاصيل و مرتبك بها فهي جيدة جدا ويعني لو شاركت مثلا هذا مع فريقك فحيكون عندهم كل التفاصيل موجودة في ملف واحد وأيضا بالنسبة لدراسة مشروع كنت أعوز أوريكم صوت صوت أناليزيس هي موجودة مبين النقاط المهمة اللي لازم الشخص يعملها بالنسبة لدراسة مشروع صوت أناليزيس فإحنا في بايو حطينا تومبليت لصوت أناليزيس أيضا فممكن تلاقوها مثلا في المايند ماب هذه في المايند ماب حطينا create new not مايند ماب أسمها whiteboard فمثلا أوكي project one هل هل ستعمل صوت هنا أيضا ممكن استعمل تمبليت فهنا أيضا حطينا كثير لدينا قائمة المهام هذه تمبليت ممكن يستعملها الشخص خطة تطوير الوظيف الأهداف لشخص في وظيفته كثير تمبليت خاصين ب iowa وأيضا احنا حطين في الأخير حتلاقوا سوري عنا قائمة المهام اليومية هذه لشخص يعني مش للفريق ممكن يتابع بهالمهام اليومية الخاصة به وعنا تحليل صوت مثلا لو اخترت تحليل صوت فهذا حيعطيك كل الأسئلة اللي ممكن تسأل نفسك بخصوص أي يعني نقطة من النقاط أو أي هذا نقطة من صوت يعني صوت هنا هي نقاط القوة نقاط الضعف opportunities للفرص والthreats هي التهديدات فإحنا بنحط بعض الأسئلة هنا الخاصة فما هي القدرات الفريدة التي تمتلكها ممكن تكتبها هنا مباشرة وتحط نتاية جاوب على كل سؤال من الأسئلة وتضيف طبعا أي شيء أنت بدون أنه نقاط قوة أو نقاط ضعف أو فرص أو تهديدات تحط وهذه اللوحة ستساعدك أنك تأخذ القرار بالنسبة لهذا المشروع هل هو مشروع قابل للنجاح أو لا فهذا الصوت ستساعدك هل يمكن تغيير خلفية الشاشة من الأبيض نعم نعم ممكن هنا لما تدخل للبورد هذه الخانة ممكن تغير الباكجراند فالباكجراند وتختار يعني ممكن تختار حتى يعني ويتغير فممكن تغير الباكجراند فيه أيضا مش موجودة في الويت بورد ولكن أنا حوريك في في المايند ماب 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 فممكن تعمل ماب ويكون عندك أسود يعني فهذه موجودة أوكي يمكن زاعدين في تعليف كتاب ما هو خص لا طبعا أنا زي ما قلت في الأول هو احنا 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 اوخدين مشروع وبنحاول انه نبين يعني كل الامكانيات للبرنامج ولكن طبعا ايو ممكن تستعمله في أي شيء في تأليف كتاب في تجهيز للاجتماع أنا حشيل هذا ال dark mode لأنه صراحا بيعجبني في تجهيز للامتحان يعني في كتير أشياء اللي ممكن تستعمل فيها الخارطة الدهنية أو برنامج والآن حتى الـ AI يعني بيساعدك كتير فممكن مثلا انت عاوز تكتب تعمل خارطة الدهنية تبدأ تكتب فيها كل النقاط عندك هنا في الخارطة الدهنية هذه إضافة جديدة يعني ممكن تسألي سؤال ممكن هو يعملك summary مثلا تكتبيه لو انت نصي يعملك summary ففي أشياء يعني ممكن تستعمليها في أي شيء لأنه لما عملنا cpn هذو كانوا تسويتات أكتر على كيفية متابعة المشاريع إذن فين وصلنا إذن وردكم صوت analysis فهذه ممكن تعملها أيضا مباشرة من البرنامج وباستعمال template الآن هنمر لتعريف المشروع تعريف المشروع أنا يعني بقترح هذا طبعا اقتراح زي ما قلت لكم وهذه كله اجتهاجات شخصية تعريف المشروع أنا بقترح أنه يعني كل المشروع يكون عنده whiteboard whiteboard اللي هو بيجمع فيه كل المعلومات المهمة اللي ممكن الشخص يشاركها مع أي شخص من الفريق لو هو شخص يعني دخل يعني مجددا للفريق أو شخص كان في عمل يعني في فريق آخر ومضم للفريق فهذه الwhiteboard أو لوحة البيضاء حتى عدو يعني يلقى كل المعلومات الخاصة بهذا المشروع طبعا أنا يعني حدوث كل حشوف كل هذه النقاط أولا بعدين نروح كيف نعمل whiteboard طبعا أنا حطيت ممكن نعمل المهمة بعدين نحط شخص مفاريق العمل ممكن نحط الخطة ممكن نحط أهم داخل في الفريق ممكن كل مرة يحط الانشياتي يكتبها والكي بي آي هم يعني الملخصات أو مش ملخصات مش عارفة كيف أقولها بالعربي ولكن هي خاصة بهذا المشروع فمثلا أنا هروح create new whiteboard أنا مش هستعمل تمبليت هنا هاختار واحد جديد مثلا project إذن هنا ممكن أعمل فعندنا كتير خيارات في هذا whiteboard هنا ممكن أعمل أي شيء فأنا هبدأ مثلا أعمل section فمثلا هحط مثلا section الأولى هي خاصة ب مثلا المهمة المهمة أوكي فممكن أكتب هنا شنا هي المهمة مثلا نقول تدريب مثلا مئة شخص للحصول للحصول على جسم أنا بكتب يعني أي شيء مش ضروري تاخدوه على جسم صحي أو مهم أي شيء يعني لأن خدينا مثال نادي رياضي طبعا طبعا ممكن هنا أغير أكبر شوي الفونت لا كبرت كثير خلينا أغير بعدين هذا هو كمان مثلا ستين مثلا حط هنا المهمة أيضا ممكن أحط مثلا هذه سكشن بتاع المهمة ممكن أحط أهم المعلومات الخاصة بالمشروع فمثلا عندي أنا شكون هو الفريق فممكن أحط مثلا check list هنا الفريق مثلا مثلا كوتر زين وحط مثلا الفريق فهذه كمعلومة عندي الفريق ممكن أحط أيضا يعني I can attach mind map اللي اللي عملت فممكن أختار هذا project one هدك دراسة المشروع اللي عملتها ممكن أحط ها هي كمان هنا ممكن الشخص يدخل لها مباشرة ممكن أحط صوت analysis هي كمان تكون الشخص يدخل لها مباشرة ممكن أحط أهم الأهداف بتاع المشروع مثلا ممكن أحط هم فقط في notes مثلا أحط ممكن أحط كذا وممكن أجمعهم هذا كلهم ممكن حتى نسيت حتى الخطة فمثلا أنا عامة بنعمل الخطط في sell plan فسال بلان عندك الخاصية أنك يدخل plan as pdf ف I can attach even the plan here مثلا هروح attach computer مثلا عندي example هنا سال بلان ممكن أحط هنا هو سال بلان ممكن حتى أضيف الرابط لمثلا خلينا أدخل سال هدي هعملها بسرعة هاخد مثلا أي plan هاخد مثلا الرابط وأرجع لي هنا ممكن أعمل في notes أحط الرابط فهنا حيظل عندي موجود رابط سال بلان فلو دخلت مباشرة حينفتح لي البلان لو أنا logged in انفصال طبعا حيث أنا logged in انفصال هنا ولكن لو ماشي logged in هيعطيني log in وبعدين يدخل للبلان مباشرة فهذه ممكن أحطهم كلهم هنا وبعدين أجمعهم في section واحدة فهذه هي section قلنا ممكن أكبرها ومثلا أسميها مثلا هنا أهم نعم أهم معلومات أو يعني المشروع مثلا فريقه هما ممكن يلاقي كل المعلومات خصوصا لو الشخص جديد لسه دخل ممكن يلاقي كل المعلومات موجودة وسهلة يعني الوصول خلينا نشوف في أوكي إذن هذه بالنسبة لتعريف المشروع فنكمل نشوف شنا هو النقاط الأخرى أوكي إذن الآن متابعة المهام متابعة المهام هذه ممكن نعملها طبعا في تاسك بورد أو لائحة المهام طبعا هناك عدة طرق لعمل لائحة المهام فممكن زي ما قلت لكم احنا يعني مباشرة مع المايند ماب ممكن في هذا المايند ماب أضيف لائحة المهام مباشرة مرتبطة بها أو ممكن أنا الآن اللي حوريكم هعمل لائحة المهام من جديدة طرق يعني لاستعمالها فممكن مثلا أنا عندي بديل ثلاث مشاريع مثلا عندي سالون 25 آيو و سمار و تكنولوجي فممكن فممكن أنا أعمل كاتيجوري لإتش بروجيكت أو لكل مشروع وتحت من هذي أحط الإجراءات اللي محتاجة أنا أعملها بخصوص هذا المشروع فهذه طريقة ممكن أيضا أعمل تاسك بورد خاصة بمشروع معين وهذه اللي حنشوفها كمثال فممكن أنا أحط كاتيجوري جديدة مثلا أحط الأقسام اللي في هذا هذا المشروع أو حتى ممكن الأسبكت فمثلا أحط مثلا قسم التسويق آد أضيف مثلا دعم أنا عندي كنت كتبت بعد مثلا دعم آد أضيف مثلا تقني واختار لون لي فممكن أضيف يعني أزمني كاتيجوري زي يعني هنا وبعدين تحت من كل كاتيجوري ممكن يعني أو الإجراءات هناك طريقتين ممكن تضغط على تاسك هنا تختار الكاتيجوري وتكتب هنا مثلا مثلا شن حملة إعلانية آد أوكي ممكن أيضا دبل كليك فقط على الكاتيجوري هنا وحيضف لي أوتوماتيك لأني هذا هذا الإجراء مثلا حكت بتحديد بروسس أنا عندي مثال قبل ليه ما نضف تحديد ممكن أيضا عمل دليل للأسئلة المتكررة أوكي ممكن أضيف للتقنية تطوير هذا كل ما عندي تطوف أسفا ما عملتش أوكي تطوير أوه سوري ممكن تطوير موقع للمشروع ممكن يعني أضيف إجراءات على حسب هذا يعني المشروع وفين وصل في يعني دفيز بتاع أو فين وصل للمشروع وأيضا يعني أنا عشان أوريكم كل الإمكانيات بتاع هذا التسك بورد أنا هحتاج أدخل تواريخ أنا هدخل فقط تواريخ أمثلة يعني start date و due date لكل set لكل task يعني في كتير معلومات هنا ممكن نعملها رح نشوفها بعدين أنا بس أعمل تواريخ وبعدين أوكي due date due date due date أتابع 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 النقطة اللي كنت حطيتها ونتكلم عنها نقطة بنقطة يعني يعني ما نفوتش ولا نقطة لأنه في كتير أشياء يعني مهمة هو مش هنقدر نشوف كل شيء ولكن حاول أوريكم كل الأشياء اللي بتباني مهمة البروغرس فأنت في أي تاسك أو إجراء عندك هنا لما تدخلي عندك البروغرس فالبروغرس ممكن تحطه في بيوريك مثلا مثلا خليني أنا شحن إحمالية بديت مثلا حطت 35% فهو إن بروغرس فبيدهر لك هنا فين هو البروغرس بتاع البرنامج واللون بتتغير على حسب يعني لو هو أكثر من 50% وأقل من 50% بتكون يعني أنت بتقدر يعني من الملاحظة من فتح البروغرس أو اللائحة بل كفينا هما الأشياء اللي متأخرة فينا هما الأشياء اللي يعني almost completed ف it's very visible هذه النقطة الأولى النقطة التانية هي complete task الآن أنت لما تخلص إجراء فمثلا هذا عمل دليل لكان لازم ينتهي في 1st في أكتوبر فمثلا لما خلص هعمل مثلا complete إما أغير completed هنا أو ممكن أعمل 100% فهي هتكون automatically completed فلما تعمل complete هو automatically بيحط لك خط على هذا الإجراء على أساس أنه انتهى وبيضل في task board لمدة يومين أو ثلاث أيام مش بتأكدة يعني بس لمدة معينة وبعدين it get archived يعني بتروح للأرشيف عشان ما تبقاش خلاص يعني تشوفها لأنه حد ضيع تركيز ديالك يعني task دان تبقى يومين ثلاث أيام وبعدين أنا حملها في الأرشيف بتكون archived ولكن هذا لا يعني أنه هذا الإجراء يعني اختفى لا ممكن هنا عندك في workflow في view ممكن تروح لأرشيف هنا archived لما تدخل لأرشيف حيعطيك كل taskات اللي انت قول الذي عملتها فمثلا لو عاوز تشوف مثلا بنسبة للمشروع ماشنا هما الإجراءات اللي تعاملوا فممكن تدخل فقط مباشرة للأرشيف حيحطهم كلهم موجودين هنا ويحط لك أيضا المسؤول عن هذه نقطة الثانية completed duplicate task كين بعد التاسكات فمثلا يعني مثلا شن حملة إعلانية ممكن شن حملة إعلانية مثلا كل ثلاث شهور أو مثلا كل مدة معينة فهنا آيوا بتسمح لك هذا الخاصية إنك ممكن تعمل duplicate للتاسك duplicate حتحطها مثلا هذا هو اسم البروجيكت هذا task board أو لائحة المهام وهذا الكاتيجوري فممكن حتى أغير لها الكاتيجوري لو عاوز ولكن أنا نخليها في نفس الكاتيجوري duplicate task على فكرة يعني هال duplicate كين حتى في mind map you can duplicate everything يعني لو مثلا أنت عندك مثلا بالنسبة للمثال اللي سألت علي أستاذ أمال هي كتابة كتابة ممكن أنت عندك خارطة ذهنية اللي عملتها لتسهيل عملية كتابة الكتابة إذن أنت طبعا لما تدخل ممكن تغير فمثلا هذه لسا مددتها ممكن نغير هذا مثلا أبدأ حتى السنة القادمة مثلا set إذن إذن هو غير لأتوماتيك لو لاحظت due date لأن كانت قبل من start date وعطاني message فممكن أغير المعلومات إذن هذه هي duplicate للمهام urgency importance إذن هو دايما إحنا لما بيتكلم عن how to manage your to-do list دايما بيتكلم عن أربع خانات بتحط important non-important urgent non-urgent يعني you match يعني دايما شخص بيبدأ بال urgent and importance ولازم يخلي هذك non-urgent non-important هذك طبعا هذك الخانة اللي يعني you don't touch it فهذه أيها الإجراءات أو ال-task ممكن تحط لهم urgency والimportance والimportance سوري فهذه الأولى هي urgency فممكن تختار عندك الألوان هذه اللي بيضاء هي normal يعني عادية وهذه اللي أصفر أو برتقالي هذه يعني it's urgent وهذه الأحمر يعني very urgent أوك يعني 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 ويعطيك العلامة بين هنا ال-importance هي نفس الشيء يعني هذه عادي وهذه important يعني مهمة وهذه very important يعني مهمة جدا فممكن فممكن تحط هذه العلامة في كل إجراء وطبعا حتكون ظهرة لك إنت لما تفتح الخارطة فيبلك يعني لما يبلك يعني أحمر أحمر خلاص يعني صراحة يعني خاصية مهمة في آيوة أنت لما أولا يعني لما تحط ودايما بيحط لك فمثلا دايما بيحط لك يعني يوم قبل هذا تاريخ البداية بيعطيك نوتيفيكيشن بتجيك هنا في هذه الآيقونة أوك ممكن تغير مثلا ممكن أنا أقول لا أعطيني مثلا خمسة أيام قبل البداية أو عشرة أيام قبل البداية أو شهر قبل البداية فممكن أنت تختار على حسب على حسب يعني حاجتك أو استعمالك أيضا هناك ريمايندر هذا الريمايندر يعني لا يرتبط ب start date أو due date فممكن أنا فقط أحط ريمايندر مثلا ذكرني يوم 19 أكتوبر بهذه المثلا لو محتاجة أنا أعمل اجتماع أو أطلب معلومة أو أكلم شخص فممكن أعمل فقط ريمايندر وهو نرسل لريمايندر حاجيني نوتيفيكيشن هنا يعني حيكون ظاهر بالأحمر تاك 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 والفيلتر صحيح فحنشوف تاك والفيلتر مباشرة مرة فتاك هو يعني زي ما موجود في تويتر وموجود في السوشال ميديا فيو تاك سامتين عشان تسهل عليك إنك تلاقيها بعدين فحتى هنا موجودة تاك فممكن مثلا سوشال ميديا أنا حضيف هذا التاك ممكن تضيفه في كل تاك وبعدين هذا الفيلتر عندك هنا ست فيلتر هذا الفيلتر بيساعدك على يعني تسهيل الوصول أو الولوج لأي معلومة فممكن يفيلتر بايتاك يعني اللي كتبنا يمكن فيلتر بايتاك نايم يعني الإسم باي أسايني يعني باي يعني الشخص اللي حيعمل هذه المهمة فمثلا هنا كلهم يعني أنا المسؤولة أو أسايني لهذه التاك فبس لو كانوا عندي أشخاص كتير ممكن أختار فيلتر باي ماي بلانر ماي بلانر هو اللي فيه ممكن هنتكلم عليه بعدين خلينا نشوف كل التفاظيل ففيلتر باي امبورتنس باي ارجنسي باي تاك هذي تاك ماذا أنه هقول اللي يظهر لكل السوشيال ميديا فحيظهر لي فقط التاسك اللي فيها سوشيال ميديا عندي فيلتر باي ستار دايت باي ديو دايت عندي فيلتر باي تاسك اللي مبدأوش نوت ستارتد باي تاسك ان بروغرس و باي تاسك سون هولد هي أنه هنا ممكن تحط ستاتيوس ان هولد يعني خلاص هذا الاجراء متوقف لغاية ما ناخد فيها قرار فهذا هو الفلترات الموجودة وتساعدك انك تجد يعني المعلومة بطريقة سهلة ايضا في هذا الوركفلو بيعطيك عندك ديفرنت فيوز عندك مثلا هنا اركايف دايت يوريتها لكم عندك فبيحط لك التاسكات بال يعني اللي نورمل اللي فعندك فعندك كتير اشياء ممكن تستعمل هذه او ممكن تستعمل فلتر مثلا انا حط لي كل اللي ما عندي ش ولا حاجة حط لي اللي فهو حط لي كل فحط لي كل شي فهذه هي بعض الاشياء اللي ممكن تساعد لك في عمل فيلزر انا هغير الفيو هروح للوركفلو اوكي كومنت انتشات اوكي اذا كومنت واتشات هذه صراحة احد الاشياء المهمة والجيدة بين خصوص لمتابعة المشاريع او المهم لفريق العمل يعني لو عندهم كلهم اشتراكات في ايو فهذه ستسهل عليهم فهناك طريقتين لتكلم ممكن من تشات هنا ممكن تعمل جروب مثلا انا هاختار زينب هي المسؤولة مثلا عن دعم في ايو لانا فتحت الشات بتها فخليني اعمل جروب زينب وبعدين مثلا اختار اناس مثلا ممكن create group شات وبعدين يعني يكون هذا فريق العمل ممكن ايضا لطريقة يعني more effective انك انكم تتحدثوا عن اجراء معين خاص بالمشروع فلازم قبل انا انا اضفهم اولا في شعر فانا اشار مثلا مع زينب فالان مثلا لما ادخل مثلا عندي خانة اللي فيها comment فهنا ممكن ابدأ اسأل يعني مثلا انا اكتب اي شي فقط كمثال هل عندكم اي مقترحات مثلا ممكن ايضا يعني اي pinpoint مثلا ارسل لزينب مثلا فين وصلت في هذه المسألة مثلا يعني اشياء زي كده فممكن يعني وهذا التشاط الخاص بهذا الاجراء فحيظل محفوظ هنا فمثلا لو عاوز تبحث بعد مرة احنا لما تتكلم في التليجرام وتتكلم في وسيلة اخرى فبيكون كل هذا المكالمات او الحديث اللي ظهر بيناتكم بيكون مختلط اكثر من مشروع اكثر من اجراء ولكن هذا الكمنت خاص باجراء واحد فممكن ترجعوله في اي وقت ممكن تعملوا اتاتشمنت طبعا ايموجيز يعني اي شيء ممكن تعملوا هنا اوكي اذا هادي بالنسبة ل تشاط كومنت تشاط اه اذا خلاص حرجع انا بس نقطة اخيرة قبل ما نروح للاسئلة لو في اسئلة اللي كنت عاوز لكم هما ديف يوز هنا عنا طبعا هذا الورك فلو انا اللي بجيني هي احسن شيء للمتابعة ولكن هناك ديف يوز فعندك هنا كان باس بيعطيك الاسبكت على شكل دوائر وفي كل دائرة بيعطيك هذا الاجراءات اللي موجودة فيها بيظهر لك يعني البروغرس بتاعها يعني هذا start date due date you can edit you can move تحركهم يعني في كتير اشياء فبالنسبة ل الناس اللي بيحتاجوا مور فيجول يعني تكون شيء جميل او مرسوم فممكن يستعملوا هاد هناك ايضا Gant Timeline Gant Timeline هذا بالنسبة للناس اللي مثلا كانوا متعودين على Microsoft Project فMicrosoft Project هو بيستعمل هذا Gant Timeline فبيظهر لك كل التسكات عشان تقدر تستعمل Gant Timeline لازم تكون محدد انت تاريخ البدء وتاريخ النهاية اذا رواز يعني ما عندوش ولا داعي Gant Timeline بنسبة للتسكات العادية يعني اللي انت محطش فيها تاريخ البداية وتاريخ النهاية فمش هيكون مفيد ممكن تعمل زوم يعني هل تظهر الأسابيع أو تظهر الشهر فأنا أوكي هنا ممكن تختار مثلا اظهر لي من today لغاية مثلا نهاية السنة مثلا أوكي شنا هو ما فهو حيظهر لك خليني أشوف آه أوكي هذا بيظهر لك فقط بيظهر لك فقط يوم واحد سوري إذن مشي هذه الفيو اللي كنت عاوز أوريكم آه ولكن الأخرى آه خلينا يشوف آه هذه أوكي هذه فممكن أنت يعني تشوف الشهور بتاع السنة فيبلك مثلا شنو ما التسكات والمدة بتاعها فمثلا هذه حتاخذ لي مثلا تقريبا شهرين هذه تقريبا حتاخذ لي كمان شهرين فممكن تكون عندك فيزيبيليتي على المدة المتطلبة من كل إجراء وطبعا هنا بيظهر لك يعني البرسنتج لو حطيتي إنت البروغريس حيظهر لك هنا أيضا بالنسبة للتسكات خلينا أوريكم الفلتر لو عملنا فمثلا لو حطيت أنا نادر أسايني هنا خليني أشيل نفسي أنا ساين وممكن أضيف شخص آخر مثلا يلا مثلا هنا أوكي فأنا لو حطيت هنا الفلتر بيقى سايني ممكن أختار مثلا كل التسكات اللي عندي أنا في ناهية كل التسكات اللي عند خليني اللي اتنين أنا خليني مثلا عند أنا ساوى ظهرت لي فهذه لما تحط أنت مسؤول عن إجراء معين فممكن يكون فلتر وتشوف فقط التسكات اللي عنده هو وفين وصل بتاعها ولكن طبعا هذا قبل ما يعني ممكن تخلي أنه شخص آسيني لازم يكون هو في شار أولا لازم تكون أنت يعني شاركت معاه هذه اللائحة إذن هذه كل النقاط اللي كنت عاوزة يعني أتكلم عليها في هذا اللقاء يعني أتمنى أنه يعني تكون ساعدتكم يعني لفهم أو الاكتشاف بعض الأشياء الجديدة في آيوة لو عندكم أي سؤال يعني ممكن نخصص آخر وقت لو عندكم أي سؤال بخصوص ما قلنا أو يعني أي شيء آخر بخصوص آيوة ممكن ترسله في تشاطة وحتى لو عاوز شخص يتكلم it's okay we can give him the mic شكرا دكتور وليد مش عارفة أظن ما فيش ولا سؤال صحيح أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا اللقاء وتعلمتم معلومات جديدة لأنه هو السكوت بيكون هو بيقولك السكوت علامة الرضا شكرا 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 للجميع شكرا شكرا فاطمة شكرا لكم جميعا أتمنى أنكم تكونوا استفدتم من هذا اللقاء طبعا إحنا بنحاول نعطي يعني نعمل اللقاء كل السنة هذا تاني لقاء بإذن الله سنة القادمة بإذن الله أيضا نعمل اللقاء بس إحنا هنا يعني لو عندكم أي تساؤلات ممكن تتواصلوا مع الدعم لو عندكم اقتراحات لمواضيع عاوزين تشوفوها يعني في برنامج آيوة أو كيف ممكن نعملها برنامج آيوة ممكن تتواصلوا مع الدعم مباشرة وتعطوا أي اقتراحاتكم أنا أنا عارفة نعمل ترجمة للعربي